هذا الاحتلال، هذا الرجل بن يمين نتنياهو هذه الحكومة المتوحشة من المتشددين بتقود حرب انتقام ضد المدنيين يعني دي حكومة زي ما قال بالضبط كده لو سيد إيهاب حكومة يقودها بن يمين نتنياهو يريد بيها انقاذ نفسه تاني انقاذ نفسه أهلين الفلسطينيين حتى وهم ينزحون حتى وهم ينزحون ومش هقولك يهربون من قاتون الحرب ما بيهربوش النزوح بس حتى ده يأتي تحت المطر تحت جو عاصف تحت ظروف شديدة الصعوبة تشوف يا أخي انه هذا الاحتلال مش بس البغيض احتلال الحقيقة هو أبشع تصرف حصل من قوات محتلة أو من جيوش محتلة تجاه بلد بيجمعوا مية المطر الفلسطينيين بيجمعوا مية المطر وكأننا عايشين من أكتر من عشر تلاف سنة يحطوا المشمعات كان زمان إنسان في بداياته الإنسان الأول والإنسان البداي يجمع المطر على أوراق النباتات زي أوراق شجر الموز فيجمع بيها مياه الأمطار حتى يستفيد بيها إخواتنا في فلسطين بدأوا يحطوا المشمع علشان يجمعوا بيه مية المطر علشان يعرفوا يشربوا إحنا وصلنا إلى هذا الحد وصلنا إلى هذه المأساة ترجمة نانسي قنقر